قتل وأصيب أربعة مسلحين حوثيين في اشتباك مع رجال القبائل في مدرية الحدى بمحافظة ذمار في إطار تنام المقاومة ضد الميليشيا الإرهابية مصدر محلي قال اليمن شباب إن رجال القبائل في منطقة الزور ثوبان بمدرية الحدى تصدوا لحملة عسكرية للميليشيا اندلعت على إثرها اشتباكات بين الجانبين أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر الميليشيا وإصابة اثنين آخرين وردا على ذلك نفذت الميليشيا الحوثية حملة عسكرية تضم عشرين عربة محملة بعشرات الأفراد المدججين بالأسلحة بقيادة المدعو أبو العز البخيتي واختطفت نحو عشرين من الأهالي بعد مداهمة منازلهم في المنطقة وتعرف مناطق القبائل في الحدى بمقاومتها لميليشيا الحوثي اتشهد المديرية بين وقت وآخر اشتباكات تنشأ غالبا عقب مداهمات حوثية لقرى في المديرية حول هذا الموضوع ينضم إلينا مدير مكتب حقوق الإنسان صنعاء سيد فهمي الزبيري سيد فهمي إذن انتهاكات جديدة بحق أبناء مديرية الحدى ما هي طبيعة هذه الانتهاكات؟ صلى الله عليه وسلم ومشاهدين الكرام أهلا نفسكم أستمعي للأستمعي لكن طبعا هذه الحملات تكون بها ماليشي الحلوثين يعني بين الكلين والأخرى ضد القبائل اليمنية هي تستترض بكل قبيلة اليوم على حدة لأن القبيلة اليمنية تشكل تهديدا حقيقيا وخطرا على وجود هذه الماليشيات ولذلك يتسعى إلى إحداث النزاعات بين القبائل وأيضا تقوم بأحملات الاقتصافات ومداهمة المنازل ونهب المتلكات بصورة واسعة ليست فقط في مديرية الحداوة إلا في معظم المديريات لأن هناك مقاومة حقيقية من الظهورة وإضاف القبائل اليمنية عليها وإذنك يسمعين وستستمر في إذناء اليمنيين وخاصة أبناء القبائل وليس تستمرون مربع كامل حالات اختفاص العديد من القبائل لكن الملفت في الأمر والمقاومة الشعبية المستمرة لنسبة أبناء القبائل هذا مؤشر جيد ومؤشر صحي بأن الجماهير اليمنية والقبائل اليمنية وابناء الشعب اليمني ما يزالون حتى اللحظة يقاومون هذا المشروع السلالي التابع لإيران وما تزال حاضرها حتى اليوم وهذا يؤكد بأنه لا وجود لهذه الميليشيات ولا حاضرة لهم ولا حاضرة داخل ابناء اليمن نعم ما هو وضع الأهالي حاليا من المختطفين الذين اختطفتهم الميليشيا وإلى أين يمكن أن يكون مصيرهم طبعا هناك هم اليوم يقومون بمحاصرة المدنيين يقومون بأطعام شميع فضيعة ضد الناس انتهاك تنتج حقوق على الإنسان تنتج قانون الضوء الإنساني وتنتج قانون الضوء الحقوق على الإنسان وتطب على الدستور اليمني وعلى الدستور اليمني الميليشيا وخارج النطاقة العنسان وخارج النطاقة العنسان ويعني هناك بوادر غضب شعبي يسعون بمثل إثارة مثل هذه القضايا من أجل إرهاب وتخويف المجتمع نعم صلاة صورة مدين مكتب حقوق الإنسان صنع سيد فهمي الزبيري شكرا جزيلا لك مكتب حقوق مكتب حقوق